بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي وهلأ بدنا مع الدكتورة فداء الغراب لاختصاصية طب أطفال وحدتي ولادة رح نحكي عن حساسية الأطفال للحليب البقري أهلا وسهلا دكتورة صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا دكتورة كيف الأخبار تمام؟ الحمد لله تمام إيش بشكل عام حساسية الحليب البقري؟ حساسية الحليب البقري تعريفها هي عبارة عن وجود أعراض حسية لبروتينات الحليب البروتينات الحليب هي معروفة بالكاسيين وفي أنواع أخرى مثل اللاكتوالبومين واللاكتوغلوبين هاي بيكون الجسم إلها زي تفاعل مناعي بتأدي لبعض الأعراض عند الطفل بتتراوح الأعراض من بين أشياء خفيفة زي الأكزما بعض الأعراض بالجهاز الهضمي والأعراض الجهاز الترفوسي لصدمة كاملة يعني صدمة حسية كاملة تؤدي إلى هبوط الجهاز الدوري عند الطفل فتتراوح الأعراض بين هيك وهاك ولازم على الأقل يكون فيه جهازين لهم علاقة في الموضوع حتى نحكي أنها حسية حليب بقري يعني مش كل طفل عنده أكزما يعتبر عنده حسية حليب بقري نعم يعني الأعراض خلينا نقول الأولية ربما اللي ممكن تصير مع الطفل أول ما يصير فيه عنده حساسية حليب بقري هلأ الأعراض الأولية هي أنهم حكينا أول إشياء الأعراض بتكون العلاقة بالجهاز الجلد اللي هو الأكزما الجلدية يعني تحسس في الجلد ممكن تكون شديدة ممكن تكون خفيفة تتراوح في الشدة يعني الثاني إشياء بيكثير عندنا أعراض في الجهاز الهضمي يعني كثير متنوعة بتبلش مثلا بكاء بدون سبب عند الأطفال بيكونوا صغار بالعادة بتظهر على عمر ثلاث شهور لأنها الحسية والمغس عند الردع ممكن يكون أحد أعراض الحسية الحليب البقري بتوصل للإسهال الشديد عند الأطفال براز بدم، إمساك شديد، عدم نوع الطفل بشكل صحيح أعراض تنفسية مثل الصفير أو مشاكل في الجهاز التنفس العلوي فهذه هي الأعراض الممكن تكون موجودة بترتبط في الحسية الحليب طيب قلت دكتورة أنه من عمر ثلاث شهور ممكن تبلش لأي عمر؟ هلأ بتستمر بالعادة بأغلب الأطفال بتخلصوا منها على العمر اللي نقدر نحكي بعد السنة بعد السنة؟ بعد السنة أي يعني الحساسية في السنة الأولى بس انه فيه تقريبا بعض الاطفال بتضل عندهم اياها بعد ثلاثة سنين يعني نقدر نحكي انه لحد السنة خمسين في المية من الاطفال بتخلصوا منها بشكل تام على الثلاثة سنين خمس سبعين في المية من الاطفال على ست سنين تسعين في المية يعني ما بتضلها لطول عمر الطفل عرفت كيف يعني بتروح مع الوقات ان شاء الله وهل هذا بأثر لقدام عليهم انه يصير في عندهم حساسية لما يكبروا من المنتجات الحيوانية الدايري برودكت يعني حساسية البروتين الحليب بطبيعتها بتختفي تدريجيا من عند الطفل بس كتير بترتبط بحساسية اشياء اخرى عند الطفل يعني خمسين في المية من الاطفال بيكون عندهم حساسية من مواد غذائية اخرى بيض سويا اشياء اخرى فعشان هيك بتلاقي انه فيه اعراض حسية عندهم ممكن يعني بتسير لقدام طيب وكيف ممكن نتخلص منها ولا هي بتروح لحالها هلأ نتخلص منها احنا عن طريق انه احنا منحاول انه نحمي الطفل نعمله حمية غذائية بعيدة عن كل المنتجات الالبان او الحليب البقري بالسنة الاولى بالسنة الاولى كمان انه باول ستة شهر نركز على الرضاعة الطبيعية كتير بيخفف من الاعراض عند الطفل واذا بتظهر بتكون خفيفة مش شديدة جدا ما بتأثر على نموه وعلى اجهزته الاخرى هاي الطرق التاني الطريقتان هلا طبعا احنا منوقف منتجات الحليب البقري ومنعطي انواع اخرى من الحليب يعني في انواع اخرى بتكون لالاطفال في هذا العمر اذا الام لا صمح الله ما قدرة تتردع طبيعيا هاي الصورة بتظهر عنا زي حسية طفح جلدي على بيبي طالع ممكن تكون من الحساسية الحليب يعني الام او الاب اذا شاف هذا الطفح دوغة يراجع طبيب اطفال اذا بيكون فيه جعفاف وفيه بيكون بلش انه زي هيك شايفين حمار وبيبلش انه يشقق وينزل منه دم مرات يعني هيك بتم التشخيص كيف بتم التشخيص دكتوريا هلا التشخيص بتم هلا فيه نوعين من الحساسية الحليب البقري فيه حسية بتكون كتير شديدة نسميها اي جي اي ريليتد بتكون كتير شديدة بتظهر زي صدمة عند الطفل يعني بسيره وطف الدور الدموية او بيكون فيه ارتكارية او انتفاخ في وجهه وتمه وهيك هاي بتكون كتير شديدة هادي منشخصها عن طريق فحص جلدي اللي هو بيم بريك تاست بنعمل زي وخص جلدي عشان نشخص حساسية الحليب وممكن ان نعمل مستوى المضادة في الدم نعملها فحص بيسمون راس تست برضو نعمله خصوصي لحليب البقري هادي بالنسبة للحسية الشديدة حسية الاقل شدة منها ما بتظهر بهذا بتطلع نقطة بهذه الفحوصات فكيف نعمل نشخصها عن طريق انه احنا منحاول نحمي الطفل فترة معينة بتكون حوالي من اسبوعين لاربعة لست اسابيع تشده في الاعراض اللي عنا اياها منوقف الحليب البقري بعدين منحاول نرجع مرة تانية بسموه تشالنج انه منحاول نعطيه كميات قليلة من الحليب البقري ومنشوف شو بصير اذا راحت الاعراض بفترة الحمية ورجعت بعدين خلص هذا بيكون تشخيصه انه هادي حسية حليب بقري بس زي ما حكيت في عنا زي استبيان لطبيب الاطفال بيعبيه عشان يحاول انه يجمع الاعراض يعني عرض في جهاز واحد ما بيكفي انه انشخص حسيب حتى تكون تشخيص دقيق دقيق اه لانه يعني حرمان الطفل من حليب البقري ايش كبير مش ايش سهل يعني طب احنا بنقول حليب البقري فيه حليب اللي هو المصنع بيكون طبعا مش الفرش اللي بياخدوه الاطفال يعتبر حليب بقري اه هذا المصنع اللي هو الحليب البقري الفورميلا اصدك يعني الفورميلا واللي بتكون للاطفال حليب الاطفال بالضبط هذي حليب بقري فيها بروتينات حليب بقري بالضبط فيها اللي احنا بنقص خصوصي للاطفال اللي بيكونوا بيعانوا من حسية الحليب البقري اللي هي الفورميلا بيسموها فيه السويا هاي الحالات الخفيفة ممكن نحاول نبدل في بعض الاطفال بيكون عندهم حسية خفيفة هذولا ممكن نعطيهم حليب الصويا لأنه فيه حسية مشتركة بين الصويا والبروتين الحليب البقري 14% هذول ما نجرب عليهم أما الأطفال بيكون حسية شديدة فمنلجأ أنه نعطيهم الاكستنسفلي هيدرولايز فوميلا اللي هي بتكون مكسرة بشكل كامل البروتينات بتكسرها ونجرب له إياها وفيه كمان أطفال ما بيستفيدوا إلا على الأمينو أسد بيس يعني بتكون مكسر الحليب لأحماض أمينية بيستفيدوا بتروح منهم الأعراض عليها فإنه فيه أنواع حليب مختلفة منعطيهم للطفل حسب حالته ووضع يعني طب إيش بسبب هذه الأشياء؟ إيش بسبب هذه الحساسية؟ طبعا هو استعداد جيني وراثي عشان يعني إحنا منسأل دائما بالعائلة أنه فيه عندكم حسية أغذية فيه حسية حليب بقري يعني بتلاقي الأطفال كلهم والإخوان عندهم نفس الأعراض استعداد جيني بالإضافة حكي أنه البروتينات اللي بنوجودها في الحليب هي بتسبب جهاز المناعة بتنشط إلها وبعمل إلها رياكشن أو تفاعل طيب شو الفرق بين حساسية الحليب والحسية من اللاكتوز؟ آه هلأ اللاكتوز إنتالرنس أو حسية اللاكتوز إحنا هيك بنسميها بالعربي بتختلف عن حسية الحليب أو بروتين الحليب البقري هذيك بتكون مش يعني ما بنسميها حسية يعني ما بتنشط جهاز المناعة أو تحييش جهاز المناعة بتكون نقص في أنزيم معين أنزيم اللاكتايز اللي هو بيكسر اللاكتوز هو عبارة عن أنواع من أنواع السكريات المعقدة الموجودة في الحليب إلى غلوكوز وغالاكتوز فما بتكسر باللاكتوز بيظلوا موجود في الجهاز الهضمي بتخمر وبيعمل نفخة للطفل وبيعمل إسهال شديد بس بدنا كمان مش كل طفل من منفوخ عنده آه إسهال إنتالرنس آه طفل اللي بيكون إسهال كثير شديد يعني إحنا عنا شاب نشوف كثير فيه تشخيص زيادة في هذا الموضوع بيكون إسهال كثير شديد بيؤدي لجفاف الطفل وعدم نموه بشكل جيد وكثير نادر الاكتوز انتورنس في الأطفال في البيبيات يعني موجود أكتر في أعمار بعد الثلاث سنين دكتورة نصائح وخاصة للأمهات اللي عم بيشاهدونا هلأ كيف يعرفوا أنه أو إيش تنصحيهم لما يحسوا أن أولادهم عندهم حساسية أنا بنصح الأم أنها تركز عرضاعة طبيعية في أول ستة شهر لأنه حكينا أنها بتأجل ظهور الأعراض عند الطفل وإذا ظهرت الأعراض بتكون أعراض خفيفة واللي ما بتقدر أنها تردع طبيعي؟ وإذا لا سمح الله ما أدرت لظرف من ظروف أنها تردع طبيعي لازم تلاحظ هذه الأعراض اللي حكينا عنها العلاقة في الجهاز التنفسي الجلد الأكزمة والجهاز الهضمي تحاول تربطهم مع بعض وتحاول أنها تتوجه طبيبها أنه أنا هل الأبني عندهم ممكن احتمالية حسية الحليب البقري لأنه حكينا أنها متأثر على نمو الطفل وممكن يأثر عليها بعدين فعشان هيك الأم لازم تضلها متابعة نمو الطفلها وأعراض الحسية وتحاول تربطهم في بعض وتحرف طبيبها على أنه هل فيه احتمالية إصابة ابني بحسية الحليب البقري لأنها شغلة صراحة موجودة مش نادرة في المجتمع فعشان هيك لازم الأم تركز على هذا الموضوع وتسأل طبيبها تستشيره فيما يتعلق بحسية الحليب دكتورة فداء شكرا جزيلا لإلك أهلا وسهلا فيك شكرا يا قادة مركز الأشعة والتصوير الطبي